الجيش الليبي بيقول لدينا معلومات مؤكدة بشأن تخطيطات مخططات إرهابية على مواقع الجيش الوطن الليبي وده هو كلام ده منسوب للواء اللواء أحمد المسماري المتحسر اسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك أعلا وسهلا بك وأعلا وسهلا بكل أخوة المشاهدين حضرتك بتقول إن تركيا بتواصل تجيز قاعدة أخبة بالنافع معي نعم بتواصل تجيز قاعدة أخبة بالنافع في منطقة لوطية بأحدث موادات والأجهزة وقامت بأعداد الدوشة بداخل القاعدة إيه الحكاية ست من الواء أولا ما تقول بيه تركيا عمل استجازي عدائي ليس ضد القوات المطالة العربية الليبية وليس ضد الدولة الليبية بل هو ضد المنطقة بالكامل هو تمدد للجهد التركي وتفديق للجهد التركي في غرب ليبيا الآن محادات الرفض والاستطلاع تؤكد أن تركيا قامت باستحداث إنشاءات جديدة داخل قاعدة أخبة النافع في منطقة الوطية كما قامت بمثل معدات أسكرية وأسلحة متطورة مثل منظومات الدفاع الجوي ومنظومات السيطرة أو أبراج السيطرة في السيطرة الجوية الخاصة في القيران كذلك بغضل إصحة الأغراض إلى هذه القاعدة مع جنود وضباط أترك إذن العام طاعدة الوطية أسلحة طاعدة تركية وهذا عمل اتجازي وعمل خطير جدا يقوم مساعي الدول الصديقة والشاطيقة في إيجاد حليل سياتية للعزم الليبية إذن ده بيعني أن كل الكلام بنقوله حوالين الاتفاءات واللقاءات والاجتماعات ومصار التهدئة ومصار الانتخابات ومصار كتابة الدستور كل الكلام ده بيتم نسفه من خلال تركيا نعم نحن صراحة ممزحزين جدا من الدورة التركية في ليبيا لأن من شريط ذهابنا إلى طوان جنيف اليوم خمسة وذهابنا إلى المتدرات التي أتت من هنا وهناس هو خروج المستعمر التركي أو المتل التركي من العرابي الليبية وبالتالي أعتقد أننا على المشمع الدولي وخطة البعض في المتحدة في ليبيا أن تعمل جاهدة لتنفيذ هذه المطالب من هذه المطالب حقيقة كانت تدر بالبيبيين هذه المطالب هي اللي بس مزيدا من روح الفتنة والفرقة بين الشعب البيبي هذا تواجد أصبر تواجد استعماري مرفوز جدا من مكاففة أفراد الشعب البيبي ومكاففة أعضاء أو مكاففة الواسطات في الدولي بيبي هذا أعتبر عمل استجيالي خطير جدا نحن يوحنا عليه ونحن نعتبره انتهاكا لوقف أطلاق النار أجلنا اليوم ستة ستة في القاهرة الذي بدأ يوم ثمانية ستة وكلالك انتهاكا لأو ضد رغبة مطالبة المشمع الدولي بوقف أطلاق النار الذي أكرت عليه اليوم المبعوثة رومية إلى ليبيا طيب هل منذ أن أعلن الرئيس عفتاح السيسي أن سيرت والجفرة خط أحمر وشفنا المسألة هادية ولكن الكلام اللي جاي من عندكم بيقول أن هناك احتمالات هجوم تركي شديد على سيرت هل هذا الكلام صحيح؟ حققة كل المقرية على الأرض يدل أن هناك عملية أسكرية آتية من قبل أترك الدليل على ذلك هو أن التركيز تركيا بدعمها وتعزيز مجددا في غرب بيبيا قامت اليوم تقوم بمتع من أسكرات بتجريب على أسلحة حديثة مثل جبابات خمسكسين والمتسعية المياه خرس وخرسين الموجهة وطيلة المسيرة الآن فتحت مراقب تدريب ومعطيات تدريب الميليشيات والمجموعات المطرسة في غرب ليبيا كذلك هناك مقل مجموعات ومسلحة حد اتجاه الجنوب الغربي محاولة بمند على زعزة الاستقرار في الجنوب الغربي من الدولة وكذلك هناك تنقلات لكثير من الأسلحة والمهددات حتى في محيط شارق المطرسة ويعتبر تهديد لوقف اطلاق النار هل المجموع الدولي يرى ويسمح بالتأكيد المجموع الدولي يرى ويسمح عندما تقوم به تركيا يوميا اربع طائرات شحن عسرية الى خمس طائرات تحبط لمطارات المنطقة الغربية يوميا عشرات الطائرات المدنية أن تقوم بميليشيات أو تنقل مطلقة وهناك في ليبيا العالم يرى ويسمح ولكن حميقة أعتقد ان ما يطلبه أو ما تقتضيه حاجة ارزوان سرتيكية هو الوقت وبالتالي تحصل على الوقت برعاية المساحبة ولن يكون صبرنا على هذه الخطوات لحادية الجارب من الجارب التركي ان شاء الله يصير خير ان شاء الله وانا متصور برضو ان ما زال الشرط المصري ان الغفرة وصير تخطى احمر لن تستطيع ووبما تكون ما يحدث منورات اشكرك شكرا جزيلا فاندي شاكر فضلك المتحس الرسمي باسم الخاذة العامة القوات المسلحة الليبي